موسيقى تحية لكم الطبع الأولى في قناة الحياة وهذا أحمد المسلماني وحييكم السلام عليكم واحد القاهرة لوساكا مصر وزامبيا صناعة الأمل حضراتكم دولة زامبيا الشقيقة دولة إفريقية مهمة بتقع في وسط إفريقيا دولة أساسية في الاتحاد الإفريقي علاقتنا بها تاريخية منذ الاستقلال عام 1965 دولة زامبيا الشقيقة عدد السكان فيها 15 مليون نسمة لكن المساحة كبيرة 3 تربع مساحة مصر تقريبا 750 ألف كيلو متر مربع يا دولة كبيرة في القارة الإفريقية كمان اقتصادها معقول جدا الدخل الإجمالي سنويا حوالي 22 مليار دولار إذا قورن بدول إفريقية أخرى فممكن يكون الأداء أفضل حالا من أداء اقتصاديات أخرى في إفريقيا زامبيا حضراتكم منذ الاستقلال ألقتنا بها علاقة جيدة إلا أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يقوم بزيارة إلى زامبيا في يونيو 2023 زامبيا زامبيا حضراتكم أنها بلد كبيرة فيها موارد مهمة جدا من النحاس إلى الزهب إلى اليورانيوم فزراعة الأرز وزراعة القمح وزراعة الزرة فزراعات متعددة فدولة فيها موارد والتعاون معها بيكون أكيد في مصلحة الدولتين مصر وزامبيا الرئيس الشيليمة قابل الرئيس السيسي بترحاب شيء جدا استقبال كبير للرئيس أثناء زيارته إلى زامبيا حصل محادثات ثنائية ثم محادثات موسعة واتكلم الرئيس السيسي على علاقات التاريخية اللي بيننا وبين زامبيا واتحدث أيضا عن رؤيته لتنمية القارة الإفريقية وتنمية العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا سواء في موضوع البنية الأساسية العابرة للحدود ودي رؤية مصر أثناء رئاسة مصر الكوميسة سواء في التعاون الرقمي في القرى الإفريقية سواء في سيسات الإمدادات الإقليمية داخل تجمع كوميسة اللي مصر وزامبيا أعضاء في هذا التجمع ومصر تولت رئاسة التجمع تجمع الكوميسة عامين كاملين من 21 إلى 2023 زامبيا حضرتكم بيننا وبينها علاقات تاريخية لكن كمان في الوقت المعاصر في تعاون اقتصادي كبير بيننا وبين زامبيا وحتى على المستوى الطبي في المستشفى القبطي المصري اللي موجود في زامبيا حسب الصريحات السفير المصري في الوساكة من أهم المستشفيات وأعلىها كفاءة على مستوى جمهورية زامبيا أيضا في مزرعتين كبار جدا مشتركتين بين مصر وزامبيا في العدحة أو أعلى إنتاج زراعي في زامبيا كمزرعتين نموذجيتين يضاف إلى ذلك أن بيننا وبين زامبيا تعاون على صعيد التبادل التجاري وتعاون على الصعيد السياسي لمكافحة قضايا مشتركة مثل مكافحة تطرف والإرهاب ومثل التعاون على مستوى القاري الإفريقي ومثل مجابهة التحديات العالمية التي ترأت مثل جائحة كورونا ومثل حرب أوكرانيا دولة زامبيا ستولى رئاسة تجمع كوميسا بعد مصر مأنهت الفترة بتاعتها اللي هي عامين كاملين دلوقتي زامبيا بقت رئيس التجمع كوميسا والرئيس السيسي تحدث مع الرئيس الزامبي فيما يخص جدول أعمال هذا التجمع والأهداف المشتركة لهذا التجمع واللي مصر عملته في العامين الماضيين وتأمل أن زامبيا تكمله في العامين القادمين أثناء رئاستها لتجمع كوميسا الرئيس السيسي تحدث مع رئيس زامبيا في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين وبحث فرص الاستثمار المتبادل والعمل على أن تخطو علاقات بين مصر وزامبيا إلى آفاق أكبر في المستقبل بدوره أشاد رئيس زامبيا بجهود الرئيس السيسي على الصعيد الإقليمي تجمع كوميسا وعلى الصعيد القاري القارة الإفريقية ورؤية الرئيس السيسي للموضوع التنمية والأمن في إفريقيا وقال رئيس زامبيا أن الدور لمصر أدته أثناء رئاسة الكوميسا كان دور مهم للغاية ودفع بالتعاون الإفريقي المشترك بخطوات كبيرة إلى الأمام وأنه هو هيواصل هذه الرؤية أثناء رئاسة زامبيا لتجمع كوميسا كرى الإفريقية فتحديات كبيرة جدا تطرف والإرهاب حروب أهلية الجفاف وتغير المناخ زيادة السكان نقص الغذاء تحديات عالمية كبيرة على رأسها حرب أوكرانيا أو تحديات عالمية نتيجة الصراع العالمي على موارد القرى الإفريقية وبالتالي التعاون الثنائي بين مصر وزامبيا أو التعاون الإقليمي داخل تجمع كوميسا أو التعاون القاري داخل القرى السمراء كلها مصارات أساسية من أجل دفع القرى المرهقة والمنهكة والمواجهة بتحديات لا نهاية لها إلى الأمام حتى يكون المستقبل أفضل من الحاضر وأفضل من الماضي اتنين ما هي قوات أحمد الشيشانية التي تؤذن وتقيم صلاة الفتحة في يونيو 2022 قبل عام تقريبا الرئيس الشيشاني قدروف تحدث وقال إنه في قوات جديدة اسمها قوات أحمد أحمد اللي هو والد الرئيس قدروف رمضان أحمد قدروف رئيس جمهورية الشيشان فنسبة إلى والده القائد الشيشاني أحمد قدروف تم تشكيل قوات أحمد أو كما تنطق في الإعلام العالمي قوات أحمد هذه القوات حضرتكم من عشر تلاف مقاتل وكلهم بيخضعوا لرئيس جمهورية الشيشان لكن الشيشان هي جزء من روسيا وبالتالي هم يحاربون مع الجيش الروسي في أوكرانيا هذه القوات كلها شيشانية ليوجد أي حد غير شيشاني داخل هذه القوات الرمز بتاعها زد اللي احنا بنلاقيه على دبابات ومركبات كتيرة جدا كان البعض بتساءل إيه حرف زد اللي موجود ده ده رمز القوات الشيشانية أو قوات أحمد التي تنسب إلى والد الرئيس الشيشاني الحالي هذه القوات برئاسة شخصية اسمها علاء الدينوف علاء هذا القائد لهذه القوات بعد سنة تقريبا من ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا يعني فبراير 2023 تلقى مظروف في مكتبه فتح هذا المظروف فبعد كده الرئيس الشيشاني قال إن ده كان فيه مادة مسممة وأنه أصيب بالصم نتيجة فتحه لهذا المظروف وأنه نتيجة ذلك دخل في مرحلة من المرض دلوقتي تعافى نسبيا لكن بيقول إن لسه قدامه مدة طويلة علشان يتعافى تماما بي بي سي عملت تقرير عن قوات أحمد بتقول إن هذه القوات وهي بتحارب داخل أوكرانيا مع الجيش الروسي تحت شعار زد أول ما بتبدأ عملياتها على المدى الأوكرانية بيتؤذن وبتصلي صلاة الفتح وبعدين تبدأ المعركة لصالح القوات الروسية أو لصالح الدولة الروسية اللي ششان جزء منها لأن روسيا حضراتكم هي دولة كبيرة اسمها الرسمي الاتحاد الروسي وفي الإعلام روسيا الاتحادية مكونة من عدة جمهوريات وأقاليم ومناطق كتيرة جدا من بين الجمهوريات اللي جوة روسيا جمهورية الشيشان هذا السكان حوالي 2 مليون نسمة كلهم تقريبا من المسلمين بقيادة قدروف قدروف في هذه الحرب واخد موقف متشدد جدا أحنا بيكون على يمين الرئيس بوتين شخصيا وقواته اللي موجودة دي قوات أحمد بدأت تظهر كتير في وسائل الإعلام نتيجة النهية بقت موجودة في أكتر من مكان وبتقاتل بشراسة وعندها أغنية يعني أو نشيط بألوه القوات في ساحات المعارك بيعلي ويعزز من تاريخ أهالي القوقاز في الحروب العسكرية إذن هذا موجز عن قوات أحمد الشيشانية التي تصل إلى عشر تلاف مقاتل ويخضعون الرئيس الشيشان ويعملون مع الجيش الروسي في الحرب الروسية الأوكرانية ثلاثة الأدب الماليزي الرواية والاستعمار في شرق أسيا في أديب ماليز كبير حصل على جائزة البوكر هذا الأديب هو تان توان إنج هذا الأديب أصدر في عام 2023 رواية اسمها منزل الأبواب لكنها رواية ذات طبيعة اجتماعية وعاطفية تكلم عن الحب والخيانة والأخلاق وتركيبة اجتماعية كبيرة جدا في هذه الرواية لكن قبل كده هذا الأديب الكبير تان توان إنج عمل رواية اسمها هدية المطر هذه الرواية اتكلمت عن الغزو الياباني لماليزيا ووقوع ماليزيا تحت الحكم الاستعماري الياباني من سنة 41 إلى سنة 45 يعني معظم سنوات الحرب العالمية الثانية وفي هذه الرواية شرح الأديب الماليزي الوضع اللي كانت موجودة فيه ماليزيا أثناء الاستعمار أو الحكم الياباني الاستعماري لدولة ماليزيا ليه رواية أخرى حضرتكم عنوانها حديقة ضباب المساء صدر السنة 2013 والرواية دي اللي يخدت جائزة البوكر العالمية الرواية تتكلم عن الاستعمار البريطاني يبا يزن فيه رواية عن الاستعمار الياباني لماليزيا ودي رواية عن الاستعمار البريطاني لماليزيا ودي اللي فازت بجائزة البوكر هذه الرواية بيتكلم فيها عن الاستعمار البريطاني أثناء حكمه لماليزيا واستنزاف موارد ماليزيا وإنه إزاي ماليزيا كانت مجرد زي كتير من المستعمرات مجرد منتجة ومصدرة للإنجليز عايزينه فكانت بلد المطاط بأكتر بلد في العالم تنتج المطاط لأن بريطانيا عايزة المطاط وأيضا بلد منتج للقصدير لكن ما فيش حاجة تانية غير القصدير والمطاط والشعب الماليزي في حالة فكر مطقع الاستعماريين أو المستعمرين المستوطنين الإنجليز اللي هم قاعدين عايشين حياتهم بالطريقة البريطانية تماما عملوا مجتمع ممكن نسمي إنجلترا الصغيرة داخل ماليزيا عايشين مع بعض حياتهم مع بعض لكن لا علاقة لهم ببقية الشعب الماليزي غير أن ده مجرد شعب بينتج على شنخات الإنجليز يستفيدوا من هذا الانتاج المطاط والقصدير وغيره حضرتكم جات شخصية عظيمة في ماليزيا اسمها تونكو عبد الرحمن تونكو عبد الرحمن أصبح رئيس الوزراء ماليزيا ماليزيا وقتها كانت مقسمة إلى سلطنات صغيرة وكل سلطنة صغيرة أو إمارة أو إقليم صغير عليها سلطان لكن الإنجليز كالعادة كانوا بيستخدموا هذه الأمور في أنهم يوقعوا دولف بعد فرق تسد إنما الصلاطين في النهاية بقت مصلحتهم كحكام للأقاليم وكمان مستفيدين من الموارد الموجودة عند الإنجليز بقوا عمليا تابعين للبريطانيا وتابعين الاحتلال البريطاني تونكو عبد الرحمن بدأ يضغط عشان استقلال ماليزيا فلازم يتفاوض فالإنجليز قالوا كل سلطنة بيمثلها سلطان فبقى هو واحد من 12-13 هيروحوا يتفاوضوا في بريطانيا فمش ممكن يصلوا إلى رأيه وبذلك بريطانيا تفرق الرأي وتقول إن الشعب الماليزي لا يريد الاستقلال لكن اللي حصل إنه كان زكي جدا توجه عمد الرحمن والسفينة اللي رحين عليها السلطين أصر إنه يكون وفد موحد ركب معهم في نفس السفينة وأقنعهم في الطريق إنه لو بدك لك تكلموا بوسوط واحد هو عارف إنه مصالحهم على الإنجليز فقال لهم إنه كل مصالحكم هتستمر كما هي في ظل الحكم الوطني بعد الاستقلال هتستمروا سلطين وتستمر لكم موارد ومخصصات وامتيازات زي ما انتو مش هنقرب من مصالحكم لكن نتوحد كون تكون بصوت واحد في مواجهة الاحتلال البريطاني نجح الكلام ده فعلا واستقلت ماليزيا عام 57 باستقلال ماليزيا أصبحت بقى تخطو للأمام تدريجيا لكن كانت سنغافورة جزء من ماليزيا وتم طرد سنغافورة سنة 65 يعني روايتين إنه سنغافورة اللي خرجت لكن في رواية إنه هم الماليزيين اللي طلعوا سنغافورة برى الاتحاد الماليزي الإنجليز بقى لما كانوا موجودين جابوا صينيين وهنود كتير جدا بأعدادها إلى ماليزيا ماليزيا حضراتكم بتنتسب إلى المالاي المالاي اللي هم السكان الأغلبية والأصليين في ماليزيا إنما الاحتلال البريطاني دفع بهجرات واسعة جدا أعدادها إلى من الصينيين والهنود ليه؟ علشان تكون ماليزيا مكونة من ثلاث أعراق كبيرة بدل ما هو عرق واحد بدل المالاي بس يبقى المالاي والصينيين والهنود بدل ما المسلمين بس يبقى المسلمين وهندوس وكمان ناس للديانة الكونفوشيوسية أو ديانات صينية أخرى وكده البلد ما تكونش لا دين واحد ولا ثقافة واحدة ولا عرق واحد وهنا الطريقة الاستمارة بريطانية التقليدية يوقع بقى هذا الدين في هذا الدين هذا العرق في هذا العرق وبالتالي تسيطل بريطانيا أكثر وأكثر إنما اللي حصل بعد الاستقلال إن ماليزيا قدرت تصهر كل دول في دولة واحدة ثم دولة ناجحة لأنه في عهد الدكتور مهاتير محمد نجحت ماليزيا نجاح كبير جدا في أنها تكون بمثابة يابان أسيا تقدم اقتصادي كبير وإزدهار حقيقي وصناعات متميزة وماليزيا اللي كنا نعرفها زمان أو نسمع أنها لم تعد ماليزيا المعاصرة ماليزيا المعاصرة بقى الدولة متقدمة عندها صناعات كبيرة اقتصاد كبير من الدول الناجحة والبارزة والمضيئة في القارة الأسيوية نوضح حما حضرتكم على الصبورة موجز ما اللي احنا قلناه لأهمية ماليزيا في العالم والأدب الماليزي اللي كمان بقى صائد جدا وبقى حائز على جوائز عالمية مثل جائزة البكر ماليزيا حضرتكم لو احنا قلنا السكان 30 مليون نسمة يعني مش مش شعب صغير يعني 30 مليون نسمة والمساحة حوالي 3 مليون كيلو 3 مساحة مصر دي المعلومات الأساسية عن ماليزيا مروا بتلت مناطق استعمارية او تلت حقب استعمارية ضخمة لانهما ظلوا مستعمارين قد ايه ماليزيا 450 سنة 450 سنة ماليزيا دولة محتلة اول ناس البرتغاليين ده اول استعمار قعد مدة طويلة ثم الهولنديين هولندا ثم بعد كده الانجليز انجلترا دول بشكل اساسي والليبنيين طبعا قعدوا فتح حرب العالمية الثانية يبقى دولة 3 طبقات الاستعمارية الاساسية اجمالي دول 450 سنة استعمار لماليزيا ماليزيا مكونة من 13 ولاية الان كل ولاية لها سلطان من بينهم الى الان هذا النظام قائم منهم يتم اختيار ماليزيا عشان كده ماليزيا مملكة لكن الماليزيا بينتخب من ال13 او بطريقة دورية بيتغير ماليزيا كل فترة لسلطانة اخرى دولة برلمانية السياسي الاول فيه هو رئيس الوزراء عملت ماليزيا نهضة كبيرة جدا لانه في البداية كان فيه زي ما قلت لحضراتكم كان الاول المالاي لكن بعد كده بقى فيه الصينيين وبعد كده الهنود خلاص كل دول حاليا بقوا خلاص ماليزيين المالاي دول 52% اللي هم اغلبية السكان والصينيين 24% يعني اقول المالاي النص والصين الربع يعني ماليزيا ربع صينية اللي هم عرق الصين لكن خلاص ماليزيين طبعا والهنود مش عدد كبير 7% دكتور مهاتير لما تواجد في ماليزيا في السلطة دكتور احمد زويل قال لي انه قاعد مع مهاتير محمد فقال له انا جيت لقيت الماليزيين المالاي قومية المالاي دول فقرة وغلابة جدا وتعبانين جدا والصروة موجودة هنا فده يعمل توازن بين هذا التكوين العرقي فرفع مستوى المالاي بشكل كبير استصمر في ان الصينيين شطار جدا في الصناعة والتجارة وكذلك الهنود وتعمل تكوين كويس جدا خل ماليزيا حاليا بعد ما كان هدف بريطانيا تفرق الثلاثة المالاي الماليزيين الاصليين والصينيين والهنود بعد ما كان الهدف تفرق الدول وممكن كانوا ينتهوا الى حرب اهلية او ينتهوا الى صراعات ارقية او دينية مسلمين وغير مسلمين الموضوع لم يحدث كذلك انما اللي حصل العكس ان ماليزيا بقت دولة متقدمة في اسيا ودلوقتي فيه اديب كبير زي تانت وان انج حاصل على جائزة البوكر ورواياته بتشرح فترة الاستعمار البريطاني وفترات اخرى بطريقة منتعة وشيقة للغاية تكشف عن جوانب من التاريخ والادب والسياسة في ماليزيا وفاصل ونكمل اربعة يبدو ان ثاني اكسيد الكربون قد انتصر للأسف الشديد كل المعلومات اللي عند العلماء الثقات في العالم انه ثاني اكسيد الكربون بيتصاعد يوما بعد يوم وكل سنة في رقم قياسي لوجود هذا الغاز الخطير في كوكب الارض اكتر من اي عام مضى مثلا عام 2021 كان مرتفع جدا رقم قياسي 22 رقم قياسي 23 رقم قياسي لم يحدث منذ اربعة مليون سنة تخيل من اربعة مليون سنة من تاريخ كوكب الارض لم يكن ثاني اكسيد الكربون كما هو هذا العام 2023 العلماء بيقولوا بقى لنا خمسين سنة مدركين زوابان الجليد وتغير المناخ وارتفاع ثاني اكسيد الكربون لانه اخر ميتين سنة تضاعف وجود ثاني اكسيد الكربون بزيجة خمسين في المية اخر ميتين سنة بس زاد خمسين في المية بالمعدل ده ممكن عشر اخمشار سنة فقط نلاقي كمان زاد خمسين في المية فبقى ضعف ما قبل الثورة الصناعية طبعا ده شيء مخيف جدا خطير جدا يؤدي الى غرق مدن وغرق دول وإلى تصحر وجفاف فيضانات يعني تغيير جزء كوكب الارض بعض العلماء بيشوفوا ان ثاني اكسيد الكربون بهذه الطريقة اذا استمر وبقى حاليا اعلى درجة من اربعة مليون سنة ممكن يؤدي الى تهديد الحياة على كوكب الارض يعني ممكن يكون ثاني اكسيد الكربون اخطر من السلاح ناوي وانه تغير المناخ بهذه الطريقة نتيجة ارتفاع هذا الغاز في الجو ممكن تكون اخطر من حرب عالمية جديدة النقطة النهائية في هذا الموضوع ان اي حضارة من الحضارات اللي كانت موجودة في تاريخ البشر كانت ايمى على وجود ثاني اكسيد الكربون بالنسبة الطبيعية انما بعد ارتفاعه بهذا الشكل ده يهدد الاستقرار ويهدد الحضارة ويهدد وجود الانسانية كلها ما لم يستجب العالم لنداءات غير مناخ بنتكلم على احتمالات مأساوية لهذا الكوكب لان احنا الاول مرة بنجد الكربون عند مستوى يفوق ما سبق على مدى اربعة مليون سنة ليحفظ الله عالمنا شكرا لحضراتكم والى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الاولى موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة